ثم بعد ذلك يتخذ المصلي السطرة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سطرة وليدنوا منها والسطرة إخواني وأخواتي مثل هذه الشيء المرتفع بالنسبة للسطرة لا يلزم أن يكون مثل هذا مثلا يجعل المصلي الجدار سطرة السارية سطرة السرير سطرة مثلا في البيت في المساجد ما ينبغي أن الإنسان ينقل السطرة بيده وإنما يصلي إلى جدار يصلي إلى سارية يصلي إلى هذا الذي يسمى الكرسي أو حامل المصحف مثلا يصلي إلى ظهور الرجال كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة السطرة حكمها سنة في قول جماهير أهل العلم صحيح ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لكن الراجح بأنها سنة وما ينبغي للإنسان أن يتساهل في اتخاذ السطرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا إلى سطرة ثبت عنه في حالة واحدة في ميناء أنه صلى إلى غير جدار كما قال ابن عباس ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في السطرة والسطرة يدن منها والسطرة تبدأ من أصابع الرجل إلى محل السجود وهي ثلاثة أذرع هذا يسمى الذراع ثلاثة أذرع إلى محل السجود بارك الله فيكم فلا تتساهلوا في اتخاذ السطرة وهذه رسالة لأخواني وأخواتي لسيما النساء في البيوت حيث أن المعتاد عندهن أنهن يصلين إلى غير السطرة لا يتخذ الإنسان سطرة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم